شباب ازايكو الجزء التاني من اسئلة اللي ان شاء الله يجي زيها في الاجزام شابتر سري شابتر سري كان بيتكلم عن والجورن الانتري والليجر والترايل بالانس والأجياء مش جايه ان شاء الله في شابتر سري نكمل مع بعض الاسئلة بتاعة شابتر سري في الاول بيقول لي انا اكاونت شابتر سري برضو فيه نظري هتلاقي النظري بتاعه والمنخص بتاعه في الشتات في اللينك اللي انا بعته لك اه قال لي الا اكاونت بيكون من ايه الاكاونت ده اللي هو اكاونت او الجينرال اللي جير اللي بيكون من تلات حاجات اللي هما الدبيت والكريدت وت Holy بنزة The left side of account. لكن الأكاون ده فيه يبقى مين من الحاجات دي اللي مش موجود في الأكاوند هو الترايل بلانس الترايل بلانس ده أصلاً استيتمنت لوحدة الأكاوند هو حاجة من الإنفورميشن سيستم بس هو لا يعتبر إيه؟ لا يعتبر سورس دوكيمنت يعني سورس دوكيمنت بيقول إن في حاجة في الجاب شابطة روان اللي انت ممكن تكون متعرفش عنه حاجة اسمها الابجيكتيفتي يعني الابجيكتيفتي يعني الموضعية يعني أنا مش هيمفع أسجل أي ترانزكشن إلا ما يكون معايا لها دليل يكون معايا لها سورس دوكيمنت فهو بيقول يا ترى الأكاوند ده كل ده معايا إيه؟ الأكاوند has debit and credit side الأكاوند may be part of manual or computerized system أكاوند has title بس الأكاوند مستحيل يكون سورس of دوكيمنت يعني أو دوكيمنت يعني الأكاوند مش دليل إثبات إن الترانزكشن دي حصلت وده نظري احفظه the right side of account هو credit side an account consist of title debit credit title right side and debit side T account إيه هو التي أكاوند؟ قالك التي أكاوند ده حاجة أنا كنت بعملها كده بعد ما بخلل الجورنال بكتب فيها الكاش وانقل فيها البلانسات وانقل فيها الأرقام بتاعت الجورنال اللي حصلت فهي عبارة عن إيه التي أكاوند؟ a way to dissipating the basis as a basic form of account هو شكل من أشكال الأكاوند؟ هادي title هادي الدبت وهادي الكريدت خمسة واربعين credit أسئلة increase والdecrease هو الكريدت دي بتزاوب مين؟ فاكر الحاجة اللي تركي كتبها أول ما خش الكريدت بتزاود revenue بتزاود capital بتزاود liability هنا بيقول لي credit decrease both assets and liability غلط قمال liability decrease assets and increase liability زي ما هو موضح قدامك هنا في الرسمة liability بتزيد credit والassets بتزيد debit يعني هتقل credit 46 a debit to an assets account indicate معنى إن في assets debit معنى اللي هو حصل له ايه؟ assets debit يبقى زاد يبقى increase in assets جميل the amount or the normal balance of any account ايه normal balance of account normal balance of account حكتين هو المكان اللي الaccount فيه بيحصل له increase وهو difference between debit and credit طيب يبقى ده side which increase the account زي double entry ايه هو double entry اللي انا عندي الترانزكشن على الاقل to account لازم يكون في واحد debit واحد credit يبقى in at least two different account 49 40 a credit is not a normal balance of بيقول لي credit مش normal balance ليه credit مش normal balance للassets والexpenses والdrawing شفت ليه حلت بها كم سؤال there is not a normal balance of drawing capital credit revenue credit liability credit which of the following conclude represent expanded accounting equation expanded accounting equation يعني assets equal liability plus capital plus revenue minus expenses minus drawing هتقول لي بس ده مزي اللي انت قلته ده فيها minus دي كلها plusات ايوة باش جبت من right side حتيته في left side غيرت sign بتاعته which was following correct identify normal balance of account طيب تعال نمشي واحد واحد شؤال زي ده جاي في الانتحان انا هدوخ اول حاجة assets بتزيد normal balance بتاعته assets 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 credit يبقى دي كده خرجت بورا الاجابات معايا ثلاثة assets liability credit liability liability credit مش هعرف اكش شكنا liability capital credit capital credit capital credit revenue debit دي كده خرجت revenue ما فوق credit revenue credit revenue credit expenses credit شكرا الاجابة بتاعته ان assets بتاع debit liability credit owner capital credit revenue credit expenses credit the best interpretation of world credit كلمة debit معناها left side كلمة credit يعني right side credit فده احسن وصف للاتنين الاحسن وصف لكلمة credit is the right side of an account اوعى تقوله increase واوعى تقوله decrease عشان اللي بي increase credit بي decrease debit واللي بي increase debit بي increase credit فما تقولوش debit وكريدت يعني increase و decrease debit وكريدت يعني left و right 53 and recording and accounting transaction in double entry system ده معناها ايه اللي لازم يبقى عندي account debit وaccount credit ولازم اللي اتنين يكون عندهم نفس البالانس 54 الdebit هو ايه left side الdebit هو ايه بي increase assets بي increase expenses بي decrease liability وبي decrease capital وال revenue يبقى الdebit بي decrease liability and increase assets ماشي كل اللي اجابات اللي بعدها غلط مش طازم نحللها عشان بس الوقت لكن انت لو مشيت واحدة واحدة هتقول لي اه debit decrease assets هتقول لي غلط increase assets and liability غلط لأ ده الdebit بيقلل liability في لي برضو غلط فلو مشينا بالتحليل الفيديو هي تلاتي يعني 14 a debit is not a normal balance مين الحاجات اللي مش normal balance بتاع debit revenue expenses sorry revenue capital liability اختار لي اي واحدة من دول موجودة في الإجابات revenue 56 وخمسين ايه الحاجة اللي ممكن تحطها هنا والله ممكن احط تمام ان انا مثلا اشتريت عربية دفعت جزء من فلوسها والباقي يبقى بقى امتو دي 1400 ودي 500 يبقى الحاجة اللي نقصة في الجورنل اللي انا حط حاجة بتسعمائة جنيه مين من اللي جاي مش هيكون صح انا معايا 1300 و700 وعارف ان الرقم اللي المفروض يتحطي هنا اكيد هيكون ب700 عشان يبقى انا حطت مين في الديبت حطت في ايه حطت اي assets حطت من الناحية التانية حطت liability يبقى انا هنا هحط assets تاني قل او زاوويت او اونار ايكوتي ماشي وقال لي كل الحاجات دي تنفع would be incorrect كل الحاجة دي تبقى incorrect مين من اللي جاي ده هيبقى غلط قالك credit assets ممكن credit other liability ممكن ندفع account payable وجزء not payable credit to owner equity ديبت ديبت هي انا عندي اصلا مشكلة في الديبت لا يا معلم انا عندي مشكلة في الكريدت فعشان اكمل الترانزكشن دي لازم احط حاجة في الديبت ما انا معايا واحد ديبت ب1300 ومعايا واحد ديبت ب600 يبقى عشان اقفل الترانزكشن انا محتاج حاجة تكون ديبت ب700 ايه سوري حاجة تكون credit ب700 فايه اللي ما ينفعش ان انا احط حاجة ب700 انا محتاج حاجة تمانية وخمسين which of the following is not true of term debit and the credit debit and the credit الاختصار بتاعها الابريفييجن بتاعها دي RMCR debit and the credit they can interpret to mean increase and decrease تقولك لأ debit وcredit يعني lift وright اوها تقولي من الديبت وcredit increase and decrease 59 an account will have a credit balance في اكاونت البلانس بتاعه كريدت معنى كده ايه حاكتين ان الاكاونت ده بيزيد في الكريدت وان الاكاونت ده الكريدت سايد فيه اكبر من الديبت سايد for the basic accounting equation to stay in balance عشان تخلي الaccounting equation balance each transaction record must affect two or more account لازم تأثر على two account ده اللي هو دي والفكت which of the following statement is true debit increase assets and the increased liability غالط credit decrease assets غالط credit sorry credit decrease assets and the decreased liability غالط credit بتزود الليابيلي see credit decrease assets مش and the increased liability ايوه هو ده الكلام كل الكلام ده بجاوبه من نفس الحاتة لي شوف تريف انتك في كم سؤال assets normally show الassets في الطبيعة يكون البالانس بتاعها فين يكون البالانس بتاعها في الديبت عشان هي بتزيد دبت an owner sorry an awareness of the normal balance of account would help you spot which of the following as an error وانت عارف النورمال بالانس الحاجات اللي جاي دي هبقى فيها error ممكن تتعلقها لي اه debit balance in owner equity sorry in owner drawing drawing debit ماشي انه drawing فعلا البالانس بتاعها debit credit revenue اه credit revenue credit liability اه الليابيليتي بتبقى البالانس بتاعها credit اما credit the expenses دي غلط the expenses المفروض دبت 64 if a company has overdraw its bank balance الشركة سحبت فلوس من البنك اللي هيحصل الكاش اكاونت will be showing credit سحبت فلوس من البنك يعني هصرف يعني الكاش بتعلي في البنك هيقل يعني الكاش هيبقى credit 65 which account flow is not subdivision of owner equity is subdivision of owner equity capital revenue expenses drawing يا ترى الليابيليتي subdivision of owner equity لا الليابيليتي ده حاجة منفصل when an owner make a withdraw an owner عمل a withdraw it don't it doesn't have to be a cash مش شرط the drawing دايب a cash وانا بشرح لك الinvestment وانا بقول لك الowner بيعمل invest of capital invest of capital في الشركة قلت لك اللي مش شرط الراجل يinvest capital sorry مش just مش just مش just مش شرط ايه مش شرط الowner يinvest cash امال ممكن يinvest cash او other assets كذلك هو بيوزدرو ممكن يوزدرو cash او other assets 67 the owner drawing account ايه هو drawing drawing ده انا بسحف فلوس من الشركة يعني بيبقى عندي debit drawing وcredit cash قالك is increase with debit and decrease with credit drawing اه بص الرسمة drawing هنا بتزيد debit يبقى اكيد ما تقلها تقل credit which is the following statement is true expenses increase owner equity عايز حاجة not true مش true اعترى the expenses بتincrease the owner equity لا يا معل ده the expenses بتقل the owner equity فهي دي الغلطة 59 credit to liability معنى لل liability credit liability credit يعني زادت ولا قلت زادت يبقى معنى لل liability credit اللي فيه indicate that increase in amount owed to creditor فيه فلوس زالت عند ال creditor ودولهم هم الديانة الناس اللي مسلفاني سبعين in the first month of operation the total of the debit entry to cash account amount 1400 بيقول لي الكاش بتاعي كان ب 1400 في ال beginning the total the credit entry في الكاش كان ب800 عايزك تجدلي ال balance ادي الكاش debit credit معايا 1400 debit و300 credit اطرح الكنين من بعض يطلع لك 600 وال600 هيكونوا في ال debit بي ميل سوربس برشيز اكويبمنت بألفين بي بيد 1500 كاش اند ساين نوت عايزك تقول لي الترانزكشن هيكون فيها ايه الترانزكشن انا اشتريت اكويبمنت يعني الاكويبمنت هتبقى assets هتزيد debit بألفين وهدفع كاش 500 وهعمل نوت بالباقي يعني عندي نوت يعني زالت بألف ونص حل قال لي الترانزكشن دي هيكون فيها credit كاش ومين كاش ونوت بي اوعدت لغبة وتقول دي فلوس علي مش فلوس لي الفلوس دي هنا المديون بتابع ألف ونص مدريد برشي سبلاير بألف سبلايز بألف ومتين بيت خمسمية عن كاش and agree to pay the balance في 30 يوم في يناية بيقول اللي هو هيبقى سبلايز بألف ومتين وهيبقى عندي كريدت كاش بخمسمية وافق اللي أنا هيبقى علي فلوس كاشي بألف ومتين عندي كريدت يعني بخمسمية بسبعمية يبقى عشان اكمل محتاج ايه شتريت في سبعمية جنيه منهم يبقى الباقي كاش يبقى كريدت و المقصود بكاش كريدت وانظر لابريتي اكاونت بخمسمية ممكن كريدت كابيتل اكاونت بخمسمية ممكن ممكن لا يعني هو في السؤال مغششك قال لك الشركة اشتريت سبلايز يبقى بخمسمية كاش وانظر بايز الباقي انجورن الانت رجز ترانزكشن وانكلو ديبت وان است ور الف ومتين كريدت تولى بيرتي بسبعمية ويتش وزا فولوينج وودينت بي كوريكت وي تو كومبليت زا الكوردين اللي انا عمل كريدت بخمسمية عشان يقريدي خلاص معايا الكاش السؤال دي في عاجة غلطة والسؤال هبقى فانحصه غلطي يعني بسهو هبقى هبقى قال لك ويتش بزا فولوينج وودينت بي زا كوريكت ويت وكومبليت زا ريكوردين وزا ترانزكشن طبعا انت ايهل الترانزكشن كلها ايهل نديبت سبلايز وكريدت كاش وكريدت ريكورد بألف ومتين فانت ايش شاك من ترات وسبعين في اربعة عشر يناير اما اندستري برشيز سبلايز بتسعمية اون اكاونت زا انتري توريكورد برشيز والانكلود اشتريت سبلايز اون اكاونت يبقى عندي ديبت سبلايز اون اكاونت يبقى انا عندي ديبت سبلايز تسعمية واون اكاونت يعني ما دفعتش كاش يعني هاجف الكريدت هقول ايه بيه بتسعمية يبقى بتاعتي ديبت سبلايز وكريدت اكاونت بيب اربعة وسبعين واحد جون برشلونا انكورباشن ريبورت كاش بالانس احداشر برشلونا ميدي بوزيت تلاتة عملو ايداع بتلاتة صرف التسعة معاك حداشر زودت عليهم تلاتة يبقى معاك اربعة واشر شلتوا منهم تسعة يبقى لك خمسة والبالانس بتاع الكاش ديبت خمسة وسبعين قات يناير واحد الفين وستاشر كرو اندستري ريبورت اونر كابيتل بمية واربعين ديورينج زيستاشر هاتنيت لص تلاتين يبقى انا معايا بجينينج كابيتل مية واربعين ومعايا لص بتلاتين ويناير الشركة عمل يعني معايا دروينج بالنيجاتف عايز الامونت في اونر كابيتل سؤال شابتر 2 معايا بجينينج يبقى اربعين بقى اشين منهم التلاتين يبقى معايا نيجاتف تن سحبت خمستاشر سوري دي مية واربعين مية واربعين بجينينج اشين منها تلاتين واشين منها الخمستاشر يتبقى لخمسة واسعين ستة وسبعين دفعنا السالري بتاع الشركة مرتين بالغلط ده هيعمل ايه في النت انكم يعني سجلت السالري بتاع الموظفين مرتين والمرة بستة الاف جنيه هو السالري ده مش اكسبنسس اه انت عملت ايه في الاكسبنسس سجلتها مرتين يعني قلت اكنك دفعت المرتبات مرتين يعني عملت ايه في الانكم الزبط قللت ديكريز 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 ستلاف سبعة وسبعين in the first month of operation for the industry the total of the debt entry to the cash account amount ب33 الف مع الكاش كتبت ب33 الف and total credit entry in cash account 21 الف at end of months الكاش بكام مع 33 ديبت 21 credit يعني معايا 12 ديبت 78 وسبعين quick company showed the following balance at end of first months ده بالانس بتاع الشركة عايزك تقولي total credit بتاع الشركة دي كان يعني مين ديبت ومين كريدت ديبت اكاونت بابل كريدت نوت بابل كريدت اونر كابيتل كريدت اونر دروين سوري ديبت اونر ريفينيو كريدت اكسبيس ديبت عايز total في كريدت تجمع لي الاربعة دول هيتطلو لك عدسين الف السؤال اللي بعده عايز total كريدت برضو من نفس الفكرة يبقى هعمل نفس القصة في نفس السؤال بس بقى ارقام مختلفة كاش هشوف هو اصلا ديبت ولا كريدت هقسم الديبت لوحدهم وحطهم شمال والكريدت لوحدهم وحطهم يمين واشوف هو يسألني عن مين سألني على الدبيت يبقى هجمعنا الحاجات اللي في الدبيت سألني على الكريدت يبقى هجمعنا الحاجات اللي في الكريدت وهو هتنسى لو قالك في الترايل بلانس اللي انت معاك الحاجات دي كلها معاك دول وفي واحد انت مش عارف بس معاك البلانس دا والبلانس دا اول حاجة هتعملها هتقوم مساوي البلانس دا والبلانس دا لو ده عشر تلاف دا اكيد يبقى عشر تلاف بعد كي هتقوم واخد العشر تلاف دي منقص منها اللي هنا واللي هنا عشان تهيب الحاجة المسنج اتفرج على الفيديو بتاع ريفيزين سري هتلاقي في السؤال دا دورين فيبراير ستاشر زا فيرست منس اوبراشن زا اونر انفست كاش خمسين عايز اعرف السؤال اللي الاول عايز هي بقى عملت اكاونت للكاش اعرف السؤال عايز عشان ترتاح معانا بجيني بلانس بخمسين الف عندنا ريفينيو كاش بستاشر يبقى ازود الكاش بستاشر عندنا اكسپنس بواحد وعشرين الف ستقلل الكاش استيم من جنو انا ازر ترانزاكشن حصل يبقى خمسين زا ستاشر ناقص واحد وعشرين يطلعوا خمسة واربعين الف جنيه نفس القصة قد اندو فيبراير زا بلانس سبلاير معايا سبلاير سبلايز يعني استخدمت سبلايز يعني قيمة سبلايز هتقل عشان انت استخدمتها بالف مية وخمسين تيجي تقوم عامل سبعمية وثمانين زا تسعمية ناقص 1150 يطلع لخمسون وثلاثين اتنين وثلاثين قد واحد ديسمبر ستاشر بيت كامبني هندها اكاونت رسيب الف وثلاثمين وعندها بسبعة ربعمية ايه ده يعني ايه يعني هي هي تعمل ايه تزود يعني انا هزود سبعة ربعمية وعملت في جمعت فلوس كاتلية بستة يبقى انا هعمل 1300 زائد السبعة ربعمية نقص الست الاف يطلع للي انا عندي بالانس لل ار بي اتنين سبعمية دابت تلاتة وتسعين واحد اكتوبر عالفين وستاشر ام كوربريشن هاد على اكاونت بيابل بخمسين عندي اكاونت بيابل بخمسين الشركة اشترت حاجات اون اكاونت يعني ده الترانزكشن دي هتعملي في هتزودها بخمسة وتلاتين بتمانية واربعين ودفعت البيمنت اللي كانت عليها اون اكاونت بتمانية واربعين عايز البالانس التاع الاب يبقى خمسين زياد خمسة وتلاتين مقصة تمانية واربعين يديك السبعة وتلاتين اربعة وتمانين ديورينك ستتاشر فورست ايد هاد ريفينيو خمسة وستين الشركة عندها ريفينيو بخمسة وستين وعندها اكسپنس بخمسة وتلاتين البزنس از اونر دروينج باتنين وعشرين واتز امانت اف اونر ايكوتي في واحد وتلاتين ديسمبر هتبقى دبت ولا تريدت ده سؤال عالكلوزينج انتري والكلوزينج انتري مش جاي معاك في الامتحان بس تعال اقول هولك برضو انت معاك ريفينيو بخمسة وستين وإكسپنس بخمسة وتلاتين يعني عندك نيت انكم بتلاتين الف عندك دروينج باتنين وعشرين يعني الدروينج هتقلل الكابيتل بتاعك باتنين وعشرين الف قالك ايه هو قالك what is the amount of owner ايكوتي في واحد وتلاتين ديسمبر هو افترض ان الowner ايكوتي مفيهاش كابيتل فمعنى كده ان انا هيبقى عندي اونر ايكوتي بكام هيبقى عندي اونر ايكوتي بتمانية جبت منين التمانية انا معايا انكم بتلاتين وعندي دروينج باتنين وعشرين يبقى يبقى لي ايه في الايكوتي يبقى لي التمانية والتمانية هيكونوا كريدت عشان الايكوتي بتزيد كريدت وهي هنا زادت بتمن تلف خمسة وتمانية انا اسف لو بجري انا عندي بس دور برد فبتكلم بالعافية سامح سبعة جولاي الفين وستاشر الر company perform cash service بألف وتسعمية عندي cash service يعني عندي cash هيزيد بألف وتسعمية وrevenue بألف وتسعمية ماشي يبقى انا عندي debit وكاش بألف وتسعمية ستة وتمانين واحد ديسمبر ستاشر hotel reported owner capital بمية سبعة واربعين دف واحد يعني ده الbeginning دورينج زامانس hotel granted revenue وعندها revenue بتمانية واربعين يبقى انا معايا beginning capital مية واربعة وسبعين ومعايا revenue اربعة وثمانين وعندي expenses ستة وعشرين يعني هنقص ستة وعشرين ترشيز ده اكوبيمنت بخمسة وصدروه كاش بتلاتة عندي درونج بتلاتة هتقول لي رو ماريو في خمسة اكوبيمنت انا ماخدتش بالك منها انا يقولك انا مالي دعوة الراجل عايز في الاخر owner capital ايه علاقت owner capital بالاكوبيمنت مالهاش علاقة يعني ميديك ارقام مش هتستخدمها ومش هتستفاد منها يبقى انا اقوم جاي بالبالانس بتاعي مية سبعة واربعين زائل تمانية واربعين نقص ستة وعشرين ها ستلاتة يديني مية ستة بستين سبعة وثمانين آخر خطوة في الريكوردين بروسس هي ايه الريكوردين بروسس دي اللي بتبدأ بالانالايزين والريكوردين الجورنل بعد كده بعمل بوستنج في الليتجر كده انا خلصت ريكوردين يبقى اخر خطوة في الريكوردينج هي اللي هي خطوة اسمها خطوة البوستنج تمانية وثمانين قالك زا يجول sequence of steps في الركوردين زا ما نلسه قالك analyzing journal and the ledger وده الترتيب بتاعهم after the business transaction had been analyzed and entered to book of journal of original entry يعني في journal entry زا ناكست step in the recording process تاني خطوة بعد الجورنل هي الليتجر the first step in the recording process ياتره الانالايزن ولا الجورنالايزن لا الانالايزن انا بعمل analyzing ادي واحد بعمل جورنالايزن ادي اتنين بعمل الليتجر ادي تلاتة 92 evidence that wouldn't help to determine the effect of transaction on account would be in we would like evidence احنا متفينين لا عندي حاجة اسمها objectivity يعني بسجل الحاجة اللي بالدليل ايه الحاجات اللي جاية دي ما تعتبرش دليل cash receipt cash register sales tape يعني sales tape الاسمال بتاع المباعت bill فاطورة دي طبعا تعتبر دليل advertising brochure معك مني وفتاع مطعم معنا كده اللي انت فعلا اندخلت وكلت ودفعت دع طبعا 33 after transaction information has been recorded in journal it transfer to بنقل هال ايه بقل ال ledger بنقل بعمل journal بقل كده ledger وعبل through analyzing 94 the usual sequence step in recording بريكورد في الجورنل بعد كده transfer to ledger 25 the final step في recording اللي انا اعمل ledger the recording process secured امتى once year بعد في الاخر اجمع كل العملات وعملها once months مرة كل شهر لأ طبعا repeatedly during the accounting period بعملها day by day by shir denogical order day by day transaction by transaction 97 compound journal ايه هو compound journal قال له journal entry نوعين حاجة اسمها simple journal يعني فيها account debit account credit وحاجة اسمها compound journal يعني فيها اكتر من واحد debit واكتر من واحد credit يبقى compound journal entry involve three or more count journal provide journal بيعبر او بيوفر للناس ترتيب زمني وتسجيل للاحداث يبقى shareneulogical recording of transaction يعني shareneulogical يعني بالترتيب الزمن بترتيب التواريخ when three or more account are required in journal بيقول لك journal محتاج ثلاث account او اربعة the symbol ولا compound the compound entry when to account are required لو بنعمل journal ومحتاج to account بس the symbol ولا compound the symbol ما هو واحد another name of journal الاسم الثاني للjournal book of original entry ده نظري ما فهو الشرح 102 the standard format of journal wouldn't include the standard format of journal date account title debit or credit وممكن يبقى في reference يا ترى الجورنال ده فيه t account معلم ده t account ده ledger اللي هو أصلا ورقة تانية بعد الجورنال 103 transactions in journal are initially recorded أنا برتب أو بسجل الحاجات initially لأول حاجة بسجلها وديت صح يبقى أنا بسجلها in journal order doesn't show بعد ما خلصت journal entry بتلقى date and transaction بس مستحيل في journal entry يطلع لك balance بتاع كل account ما الbalance بتاع كل account ده يطلع لك في اين بسجل بسجلها 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 the name given the entering transaction data in the journal is the name اللي احنا بنطلقه على transaction data in journal العملية اللي احنا بنعملها في journal بنعمل عملية journal طب في بيبقى اسمها ايه بيبقى اسمها posting مية والسابعة the standard format of journal has debit account entry first extreme left margin هذه journal قال الjournal بكتب في date upper left margin بكتب في debit account down right margin بكتب في credit account هنا بكتب رقم هنا بكتب اللي when journalizing the standard form of journal entry has debit account entered first and independent لا debit account entered first and independent credit لا credit account debit account entered first at extreme يعني independent في اي حتة يعني ممكن اكتب فوق يمين او فوق شمال لا معلم الجورنال بتقول لك ان فوق شمال upper left margin debit down right margin in credit 108 وين journal that refer column when journalizing طيب واحنا بنعمل journal في column كده انت لو ما فهمتش يعني لو ما كنتش حضر الشرح في الكلام ده ممكن يبقى بالنسبة لك غريب شوية في column اسمه reference column ده الشركة بتعمل ايه انا عملت هنا cash و capital بيفضل column ده فاضي لحد ما اعمل لحد ما اروح اعمل t-account هاخد الرقم ده احط في t-account عملت كده يبقى روح عند reference اعمل علامة صح اروح عند reference اكتب 101 من 101 ده كود بتاع الكاش فالreference column بيفضل بيفضل فاضي بيفضل مفهوش حاجة لحد ما الشركة تعمل post lift plank 109 في يناير 2016 بين kc buy copier machine for business and financial transaction with cash and not payable يعني انا عارف اللي انا كده هعمل equipment debit وهدفع cash and not payable december ولا compound transaction compound transaction which is the following journal entry is recorded correct مين من اللي جاي ده تسجل صح بص واحد debit واحد credit صح لأ طبعا ده غلط credit credit بعد كده debit لا ده غلط debit credit credit اه والله ده صح بس بص الاكاونتات مكتوبة ازاي cash salary expenses كلهم موجودين في debit كلام ده غلط ما الصح salary and wages expenses debit advertising debit والكاش و هتقول لي حاجات دي جات من اين هو بيديك اشكال الترانزاكشن هو مفيش اه ترانزاكشن احنا نعمل لها journal ده هو بيديك اشكال وانت تقول له مين من دول اصلا في غلطة تم مفروض عارف اللي شكل الجورنل بيبتدي بالشكل ده لسه الهولك كده كل debit فوق الشمال الكردد كلهم تحت على يمين الكردد قدامه رقمه وكردد قدامه رقمه زي ليه جال شبي arranged in sorry the ledger is arranged in قال لي والله احنا بنعمل arrange لل ledger احنا بنعمل لها arrangement according to balance sheet او according to ترتيب balance sheet اما او انا بعمل فيها posting برتبها بترتيب الشرن order يبقى او انا بقى arrange بستغنم البالان sheet يعني بستغنم البالان sheet نفس الترتيب بتاع البالان sheet assets liability equal owner equity لكن او انا ببوست فيها انا ببوست according to journal يعني الشرن order الكلام النظر ده انت لو مش فهم ويحفظ السؤال فيش وقت تفهم انت بقول لهم غلط عشان arrangement بيبقى بالbalance sheet 112 the entire group of account maintained by company is called general ledger الكلام ده انت هتجيبه منين لو عايز ترجعه ترجع لنفس sheet ده فوق هتلاقي فيه الشرح وفيه النظري بتاع chapter 3 وفيه كل حاج sheet ده فيه الشرح والحل الفيديو تاني كان في طبع الكورس لو احتاجت واكلم 113 an accounting record of this balance assets liability and owner equity accounting record of balance balance بتاع assets liability is called general ledger ممكن balance sheet بس الاجابات مفهاش balance sheet كلام ده كله برضو في ورقة النظري 114 زي وجو زي وجو ordinary sorry the usual ordering of account the usual ordering of account in general ledger الترتيب بتاع الأكاونتات في general ledger أنا قلتلك هرتبهم assets then liability then owner equity assets liability owner equity capital drawing revenue expenses 115 management could determine the amount due from customer by examine ledger account بتاع me بيقول الشركة بتعرف تحد amount due from customer الفلوس اللي لينا عند الزباين فلوس اللي لينا عند الزباين سوريا على الخط القلم بس هنج فلوس دي هلقيها فين هلقيها في الأكاونت receivable اولا انا اللي هنجت كمان مش غال مالله زي ledger account should be arranged in ledger بيتعمل in arranged ها انا لسه الهالك فوق انا بأ arrange according to من بالضبط balance sheet 17 3 column 4 3 column 4 ده شكل T account بس متكون من 3 column column بتاع debit column بتاع credit و column بتاع balance يبقى سري column form of account is so named because it has column for debit credit and balance 11 11 11 14 اغسطس الشركة accounting service purchase office equipment ب 170 يعني هيب عندي equipment debit بمية وسبعين قامد قفة supplies بتلاتة واشتريت supplies بتلاتة which of the following journal is right أنا عندي debit محتاج equipment و supplies بس الاتنين يكونوا debit آه دي عندي equipment و supplies صح بس الاتنين debit بس أرقامهم credit يبقى دي غلط عايز equipment و supplies credit لا أنا اشتريت يعني عايزهم debit قم بل أنا عايز ايه عايز equipment و supplies في الديبت والكريدت الأكاونت ديابي مية وتسعة عشر قد الكمبني رسيف كاش ادفانس مهمة جدا كاش ادفانس ده يعني ايه ده سوري يعني 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 ارضات غير مستحقة بطمنمية الكاش هيزيد بطمنمية وهيبقى عندي credit on earned revenue او credit liability قال لي assets increase by 800 صح owner capital increase غلط liability decrease لا انا عايز liability increase فدي كمان غلط في الاجابة بتاعتي هي ايه هتقول لي تم انت مدام وصلت للاجابة الصح بتقود تحلل ليه هقولك عشان فيه اسئلة اجابتها بتبقى A and B يعني يكون فيه اجابتين ينفعها او اجابتها تبقى all of above 120 canber van company purchase equipment باثنين تلتمية كاش as a result of this event اشتريت اكويبمنت او van باثنمية باثنين وثلاثة باثنين وثلاثة يبقى عندي van assets debbit باثنين وثلاثة باثنين وثلاثة وعندي cash credit باثنين وثلاثمية فمعنى لانا عملت واحدة debbit في الكاش واحدة credit في الكاش ان total sorry واحدة debbit في ال assets واحدة credit في ال assets ان ال assets بتاعتي هتremain unchanged هتفضل زي معي عشان زي ما زودت كاش زي ما قللت كاش واحدة وعشرين بيت هوفن company provide consulting service and build client قدمت خدمة استشارات وبعدت فطورة للزبون بـ اللي هيتسجل بعدت فطورة للزبون عشان عملتله خدمة يبقى انا عندي revenue بـ 300 600 جاب لي سرت الكاش لا ما جاب ليش يبقى انا ما حصلتش يبقى عندي account receivable عايزي الاجابة اللي تنفع assets remain on change لا امعلم ده revenue وإي قر assets decrease وانا نجاوب غلط هيبقى عندي revenue برضو منصمم هيبقى عندي account receivable debit وعندي credit revenue assets remain on change لا يا معلم assets increase by 3600 اه owner equity increase by 3600 اه ايه ده يعني دي تنفع ودي تنفع بس بص دي انا لسه اقل لك ان في حاجات اجابيتها تبقى اجابتين بص بقى دي قالك assets and owner equity both increase يعني لو حضرتك اخترت دي هتقول انت مختار صح وحضرتها لو اخترت دي هتقول انت مختارة صح بس انا مختار دي بس انا مختار دي الاسدس and owner equity اسمي اخترتك اسمي اخترتك الصفحة اللي انت عامل فيها journal entry والdebit amount دي سؤال النظر يحفظه 123 a short of account usually start with a short of account listة كده بيحطوها جنب المحاسب على الكمبيوتر مكتوب فيها الاكاونتات اللي في الشركة والreference number بتاعها اول اكاونت هتلاقي في الشركة اكيد assets في الورقة دي اول حاجة هتلاقيها فيها هي assets account 124 the procedures of transaction journal entry to ledger is called عملية نقل الحسابات من journal لل ledger اسمها بوسط 125 a number in the reference column a general journal indicate الرقم اللي احنا عملنا في الـ reference فاكر هنا ما اتكلمت عن reference قلت امتى هكتب حاجة في الـ reference لما كنا قلت journal لل ledger يبقى اولا لما تلاقي الرقم او الـ reference اتكتب فيها حاجة ده معناه ايه ده معناه ان that the entry has been posted in account اللي انا خلاص قردي عملت عملية البوستنج 126 a chart of account is chart of account لسه ايه لك list جنب المحاسب مكتب فيها الاكاونتات والكود بتاعها a list that account and account number that identifies the location in ledger الكود بتاعها بيدل عن مكانها فين في ال ledger 127 البوستنج ايه هو البوستنج قلت البوستنج accumulate the effect of journalizing بجمع الافكتات اللي حصلت في journalizing in individual account في حساب منفصل 128 after journal entry are posted the reference column بعد ما عملت بوست هكتب بق في column بتاع ال reference of general ledger وشو journal page number هكتب فيه journal page number 29 20 الاسئلة دي على فكرة بتاعت ال reference دي ما تذكرهاش عمر الدنيا ما جابت حاجة في اسئلة ال reference عشان reference اصلا ما بيتشرحش فأي سؤال اللي علاقة بال reference ما تذكروش قويا 129 the acceptation column of general ledger هي general ledger فيها acceptation column اه ممكن نكتب فيه acceptation للترانزاكشن دي بس انا وانا بشرح قلته لك لأ ليه عشان هو is used infrequently 31 the first step in designing a computerized accounting system اول حاجة عشان تعمل computerized accounting system فاكر انا اقولت لك ان الكمبيوتر بتاع المحاسب جنبيه ورقك اسمها الشارت مكتوب فيها ال accountات والcode بتاعها في اول حاجة اعملها عشان اعرف اعمل system اللي انا يكون عندي شارت of account 32 اتنين وثلاثين the step in preparing trial balance include following trial balance باجيب ال account والbalance بتاعها حطهم debit وcredit يبقى list the account title and deserve balance ماشي totaling the debit and credit اجمع debit prove the equality of two column بساوي الاتنين ببعض وما ليه الحاجة اللي انت مش هتلاقيها في trial balance transfer journal amount to ledger ليه دي خطوة بتحصل قبل transfer journal to ledger يعني اعمل posting دي خطوة بتحصل قبل trial balance مش بعد فعشان كده ملهاش علاقة trial balance 33 trial balance may be balance even if trial balance ممكن يبقى balance حتى لو ايه حصل accept حتى لو فيه transaction انت ما سجلتهاش هو بيقول لي امتى مش هيبقى كده journal entry is posted twice عملت journal وسجلتها مرتين الناس اللي حضرت الشرح فاهمت الكلام ده كويس استخدمت اكاونتات غالط بقدر كاشف وكابيتل عملتها كاشف وريفينيو عام حاجة لانا انا مغلبتش في ومغلبتش في كريدت زي ما حطيت ديبت زي ما حطيت كريدت بالترايل بالانس عمل انه لو حصل لباوز الدنيا transposition transposting error او transposition error يعني وانت بتعمل posting عملت posting غلط باركام غلط 134 a list of account and their balance in given period of time ده تعريف الترايل balance 135 if the sum of debit column equals the sum of credit the debit at the credit column in the trial balance ends indicate that لو تفتكر في الشرح كنا بنقول ان الترايل balance بيتشكل الماسيماتيكا الإيكواليتي بس ملوش علاقة بالaccounting الإيكواليتي عشان انت ممكن تكون مطلع الديبت at the credit بس انت خرب الدنيا جوا في جورنالايزك يبقى اما يكون الديبت at the credit في الترايل balance ده بيفحص الماسيماتيكا الإيكواليتي فقط 136 a trial balance is a list of general ledger account ends balance trial balance هو list من الاكاونتات اللي في الليجر والبالانس بتاعها بترتيب البالانس sheet 137 customary trial balance is prepared امت trial balance بتعمل قبل ما عمل financial statement وانا بعمل financial statement at end of period يبقى trial balance بتعمل at end of period 138 trial balance wouldn't help to indicate which of the following error ايه الحاجة اللي ما بيثبت لك هي موجودة ولا لا transposition error win transfer the debit side of journal entry to the ledger دي الحاجة الوحيدة اللي هو بيكشف عنها اللي انت لو كنت عملت transposition error يعني حطيتك cash balance بتاعه بدل ما هو debit حطيته credit ده هنا trial balance يكتشف ان فيه غلطة لكن اي غلطات تانية trial balance ما يكشف 139 تعريف الaccount ويقولك هو individual accounting بعمل record the increase with decrease of specific assets liability and equity debit is not the normal balance of debit هو مش normal balance بتاع مين debit normal balance بتاع assets debbit drawing debbit expenses debbit debbit ما علاقة بالowner capital اللي علاقة بالowner capital هو credit 141 which of the following rule is incorrect debit credit decrease owner drawing صح debit increase owner capital لا خلط capital يزيد credit 144 which of the following statement is false مين من اللي جايه غلط revenue increase owner equity صح revenue has normal credit balance جميل revenue are positive أيوة بس revenue are increased by debit لا revenue بتزيد credit فديله غلط 144 which of the following is false about journal is journal اللي غلط فيه is disclosed يعني بيلخص أو بيحط in one place the complete effect of transaction جامل it provides chronological recording transaction آه الله بيرتبلي الحاجات اللي حصلت في الشركة journal ترتيب تاريخي see it helps to prevent or locate error because debit and credit amount must be equal أو بقارن debit credit في كل transaction مش وما لقيل اللي journal ما بيعملوش it take it keep in one place all information about a change in a specific account يعني طرف في الجورنل انت بتعمل ورقة للكاش ورقة لل AR ورقة لحاجة تانية لا الجورنل انا بساجل debit وكريدت وما ليه الحاجة اللي بعمل فيها ورقة لكل حاجة دي الليتجر صح جدع 45 هايس لف كامبني برشيز اكوابمنت بين 240 و سبلايز ب700 فور 300 كاش اشتريت اكوابمنت يعني اكوابمنت هتزيد سبلايز هتزيد الكاش هيقل الانتري بتاعتها بقى فيها ديبت اكوابمنت 2400 و سبلايز اكسبنس لا دي سبلايز بس كريدت تو كاش كريدت تو كاش فور بيهرم كريدت تو اكاونت بابل فور هسفل ديبت اكوابمنت كريدت ديبت سبلايز فور اتش ايه ده مين هسلف ومين دول هنا قال لي اصلا اللي فيه واحد اسمه اتش اشتري حل اشتري هنا بيقول لنا عايز الترانزكشن عايز the entry for this transaction will include الراجل اللي اشتري هيكتب ايه هيكتب وكاش كريدت الكاش ده هيكون بتاع مين اللي هيدفع الكاش بتاع اتش عشان كده دي كانت غلط عشان هو قال لي كاش فور بيرن مية ستة واربعين صار بيرن ويندز وزدرو سوري سبعمية كاش فور بيزنس فور بيرسنا نيوز يبقى انا عندي اكتب دروينج وكاش كريدت بسبعمية وسبعمية قال لي دروينزكشن will include ديبت سبعمية تو من سبعمية ديبت هي تعت دروينج سبعة واربعين في اكتوبر ثلاثة كين ستل خدت فلوس لخدمة انا كنت اعملها زمان يبقى الكاش هيزيد وهيبقى عندي كريدت اكا انت رسيف بل كين بيت زي تليفون بيل and he ما اكتب له التلاتة اول حاجة الشركة عمل service او بتحصل فلوس service كبعتها لفاتورة يعني عندي كاش ديبت و اكاون رسيف بالكريدت ادي اول واحدة تانية واحدة بقيت تليفون بال دفعت فطورة التليفون يبقى expenses ديبت و كاش كريدت بقيت اشتريت اكويبمنت يعني اكويبمنت ديبت وكاش كريدت بيقول لي على الاقل في واحدة من الترانزاكشن دول هيكون فيها كريدت كابيتل عمرك شفت كريدت كابيتل في اللي احنا عملناه لا كريدت لا كريدت اكاونت رسيف لا ده اللي جبت هي كريدت اكاونت 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 اه انا اشتريت اون كريدت فهنا عندي اكاونت بيبل وهي دي الاجابة اللي احنا هنعملها جهز يلا انا خلصت خلصت شود بي دون البوستنج في هيحصل امتى او هيحصل ازاي انا بعمل بوستنج امتى على بتاع الجورنل مات ساعة واربقين اذا شرطه في اكاونت هو عبارة عن ايه list of اكاونت and their account number in which refer للوكيشن بتاعه مية وخمسين which of the following is incorrect regarding trial balance trial balance ايه الحاجة اللي هتبقى من دول غلط انه بي بي بروف company has recorded transaction صح بيثبت ان الشركة كانت مسجلة transaction صح لا اللي فاهم ولا عارف ولا قرأ trial balance او حضر المحاضرة تاعت trial balance هيعرف ان trial balance will not balance if امت trial balance يبقى مش balance لو اكبر من credit لو عملت بوستنج ومعملتش بوستنج credit قالك journal entry is posted twice لا ده انا هيطلع balance a wrong amount is used in journal ده هيطلع balance incorrect account title are used لا انا غيرت capital ب ريف هيطلع debit قد credit ده كده balance ومهن الحاجة cash ونسيت تعمل فيبقى عندك الدبت اكبر فيبقى عندك مشكلة واللي هنا يكون خلص هلأ اسئلة chapter three الناس اللي كاتب معنا في الكورس العقور دي حدننا اسئلة الكتاب وحدننا ارجع للفيديوهات دي مع الفيديو ده وان شاء الله مش هيخرج منهم ولا سؤال في الامتحد باي باي